إحنا عاوزين نعمل فوكسينج على إذا مهتم بتربيت الأولاد اهتم بالتفاهم اهتم بعلاج نفسيتك واهتم بالعلاقة الحقيقية مع الله إذا مهتم بالتفاهم اهتم بنفسيتك واهتم بالعلاقة مع الله والأساس اللي هي يفرأ إن ده بيت مسيحي أو غير مسيحي هو إن في علاقة حقيقية مع الله مش عاوزين نبقى زي يلا نصلي نصلي نصوم نصوم مفيش عشرة مع الله حياة مفيش عشرة يعني أبسط حاجة لو أنا لي علاقة وأعرفت ربنا بصدق هكتشف قد إيه زي ما بنقول في صلوات السواعي صلوات الأجبية إنه جزيل التحنن يعني إيه يعني لما بيخفر الخطية لا يعود يذكرها في قديس جميل اسمه الشيخ الروحاني القديس يحن سابة قال تعبير التوبة تجعل الزناه بتوليين إن أسد إن ربنا رحمني يجعلني كأن الخطية لم تحدث وهذا هو التبرير فأنا بشجع إخواتي المستمعين المشاهدين الآن ابتدي من الأساس تأكد أن في علاقة العهد وأعمل زي يعني أنا كثيرا ما أذكر جملة آلتها عروس النشيد عروس النشيد قالت أنا لحبيبي أنا أعطي حياتي لحبيبي عايز تبتدي عشرة مع الله اعطي حياتك للمسيح وتبدأ علاقة الحب أصله دفع ديوني أنا شخصيا أكثر شيء لفت نظري إلى المسيح وجعلني متعلقا به إني لقيته بحبني وأنا في أحقر حالاتي ولا يهتم بفداحة الخطية لكن يهتم بعيز تقوم يميل هات إيدك قوم هذا الإله الذي يقبلني في أوحش حالاتي يستحق أن يحب فخلينا أن نفتكر عروس النشيد نشيد الأنشيد كثلاث مرات طول أنا لحبيبي علاقة حب أنا أعطي حياتي أنا أسلمك حياتي أنا أقبلك سيدا ومخلصا وبحب أفتكر برضو الجملة المثل حكاية رب المجد عن الاتنين اللي صعده يصليه في الهيكل فيه واحد اللي هو كان كتلة من الخطايا اللي هو جاب الضرائق بالعشار العشار تاكس كوليكتور ده كان يعني لم يصلي صلاة يعني طويلة لكنه كان يوقف بعيد ولم يشأ أن يرفع رأسه يشعر بعدم استحقاقه بالمرة وقرع على صدره بس الغريب أن هذه الكلمات الثلاث ارحمني أنا الخاطئ جعلت منه رجلا مبررا يعني زي ما قال قديس الشيخ الروحاني ما هذا كيف يصير إلى شيخا كيف يصير بارا هو طلع من الهيكل على البيت صدق مراحم الله زي ما قال قديس بولس إذ قد تبررنا بالإيمان موسيقى